بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين أنا أخوكم أيمن سؤيد أيها الإخوة الكرام وكنت قد تشرفت بأن قدمت للأمة الإسلامية علم التجويد كاملا من أوله إلى آخره منضبطا بتعريفات صحيحة وصور واضحة لا أظن أن لها نظير ومعلومات دقيقة وأعود فأقول كامل علم التجويد في كتاب صرفت فيه من عمري سبع سنوات ونصف وصرفت عليه من المال ما الله أعلم به وأخرجته للأمة بأبهى حلة وهو متاح لطالبيه عن طريق دار الغوثاني للدراسات القرآنية بعدة لغات بالعربية بالإنجليزية بالفرنسية بالألمانية بالأردو بالملايو بالكردية بالفارسية بالتركية ومتاح أيضا على شكل تطبيق على الجوالات بالعربية والإنجليزية كل ذلك يمكن الحصول عليه من دار الغوثاني للدراسات القرآنية وكنت وفاءا مع الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن قد عملت عددا من النسخ وقدمتها بنفسي هدية للهيئة العالمية لتحفيظ القرآن لتوزيعها على بعض الدول الفقيرة وكتبنا عليها أن هذه النسخة مجانية وهدية ولا تبع فأتى من أخذ تلك النسخة وعمل لها PDF ونشرها وادعى أن ذلك مباح تلك النسخة التي طبعت ووزعت عن طريق الهيئة العالمية لتحفيظ القرآن نسخ هدايا للاستعمال وليس لأن تعمل لها PDF وتنشرها هكذا هذه سرقة لحقوق الملكية الفكرية يعاقب عليها القانون لمن لا يخاف الله نقول يعاقب عليها القانون ولمن يخاف الله نقول هذا سرقة والسرقة حرام في ديننا والله يعاقب على الحرام فلا هي رابحة في الدنيا ولا هي رابحة في الآخرة والكتاب متاح أو كرر أكرر الكتاب متاح كل ما على طالبيه أن يتواصلوا مع دار الغوثاني أو من معارض الكتاب التي تقام بين الفينة والأخرى في كثير من عواصم البلاد العربية لكن بعض الإخوة هداهم الله يصرون ويقولون لم نر ذلك لم نسمع المنى أين قال أيمن ذلك ها أنا ذا أقوله لمن لم يسمعه من قبل استعمال الPDF الموجود على النت حرام لأنه سرقة سرقة للجهود وسرقة للمال فأرجو من الإخوة الكرام مسح الPDF لأنه مسروق واختناء نسخة نظامية إما ورقية أو على شكل تطبيق هذا ما أحببت أن أقوله وأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم هداة مهديين ويجعلنا وإياكم نفاعين للأمة المحمدية اللهم آمين آمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين خادم القرآن الكريم أيمن رشدي سويد